بلغ الإلكترونية منصة أطلقتها وزارة الداخلية في العراق للإبلاغ عن المحتوى المرئي المسيء للأفراد أو للمجتمع على وسائل التواصل فيما بات يعرف بالمحتوى الهابط بهدف ملاحقة ناشريه ومن ثم محاكمتهم ولا يختلف إثنان حول خطورة انتشار ظاهرة صنع المحتوى الذي يتضمن أحاديث أو إحاءات فاضحة وسيئة أخلاقيا وضرورة كبح هذه الممارسات قانونيا لما لها من آثار سلبية على المجتمع لا سيما الأطفال والمراهقين لكن الكثير من المعنيين بينهم صحافيون أبدوا تخوفهم من الإجراءات الحكومية والقوانين التي تشوبها الضبابية إذ لم توضح السلطة القضائية معايير تقييم المحتوى المسيء من غير المسيء كما أن آلية العمل لم تفصل بين الإساءة المدانة قانونيا وبين حرية الرأي والتعبير المضيق عليها أصلا في العراق وبما أن منصة بلغ الجديدة لم تؤثر بقانون تفصيلي يقول الكثير من الصحفيين والناشطين إنها قد تكون سلاحا ذو حدين ويمكن أن تستخدم ضد أصحاب الرأي المعارضين للحكومة أو أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان باسم المحتوى الهابط وسط مخاوف بأن تتأثر المنصة بالوساطات والمزاجية التي تستخدم كأداة للقمع لا سيما المطالبين بالحقوق المدنية الأساسية ومحاربة فساد السلطة خاصة وأن تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي أشار إلى معاقبة موجهي الانتقادات للمؤسسات الحكومية أو الأشخاص ويتساءل صحفيون ومدونون عما إذا كانت منصة التبليغ عن المحتوى الهابط ستعاقب أتباع وأنصار الأحزاب ممن يحرضون علنا على القتل والترهيب من خلال نشر خطابات الكراهية والعنصرية على منابرهم الإعلامية مؤكدين أن منصة وزارة الداخلية وما يرافقها من إجراءات قضائية هي امتداد لقانون الجرائم المعلوماتية الذي ما زالت هناك محاولات لإقراره ضمن مساعي ترهيب ومحاكمة منتقدي العملية السياسية بنهجها المحاصصاتي اشتركوا في القناة